بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشره وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عددنا وسعلم الله اللهم اغفر ذنوبنا والسرعيوبنا بلغنا وسائر المسلمين مما يغذيك آملنا ووفقنا وسائر المسلمين لما تحبه وترضى واكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير واحفظنا في أموالنا وفي ديننا وأبداننا وذريتنا وأهلينا وبلادنا من كل سوء يا رب العالمين برحمتك يا رحم الراحمين أما بعد نكمل قراءة فتح الكتاب فتح القريب المجيب شرح بن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضية بشجاع رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخيما في الدارين آمين في فقه السادة الشافعية واليوم نبدأ كتاب أحكام الحج والمقصول أحكام الحج والعمرة ولكن ربما اكتفى بالحج على سبيل فقط الاكتفاء في الذكر ولكن زي ما يقول سربيلة تقيكم الحرة وسربيلة تقيكم بأسكم الحرة والبرد فأحيانا يأتي على سبيل الاكتفاء والحج هو الركن الخامس للإسلام وهو والزكاة لا يفعله كل المسلمون كل المسلمين يعملوا الشهادة يصلوا يصوموا لكن الأغنية بس اللي يطلعوا الزكاة والمستطيع فقط هو اللي يحج فالحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام والمشهور أنه فرد في السنة السادسة من الهجرة وقيل أنه فرد في السنة الخامسة وقيل قول آخر أنه قبل الهجرة الراجح أنه ستة هجرية وقيل خمسة وقيل قبل الهجرة وهو والعمرة واجبان في العمر مرة عندنا العمرة واجبك الحج في العمر مرة وقد يكتب أكثر من مرة في العمر لظروف طارعة كأن ينزر حجه فصارت حجه منظورة بمفروضة أو قضاء عند فساد حج النفل يعني لو بيحج حج تطوع وفسد منه واجب الاستمرار في فسده ثم يجب عليه القضاء في العام القابل كأن جامع زوجته مثلا قبل الوقوف باعرفه يبقى فسد حجه ويستمر في حجه ووجب عليه القضاء من قابل ويزبح بدنة يعني جمل ويبقى هو أصلا في أصل فرضياتي أنه مفروض في العمر مرة لكن قد يترع علي أن يكون أكثر من مرة لعارض لنظر أو فساد حج نافلة فيجب قضاء ووجوب الحج عندنا يعني عند الشافعية على التراخي لأنه فرد في العام السادس والنبي حج في العام العاشي دل على أنه على التراخي لو كان على الفور لحج النبي حتى بعد صلح حدايبهم وغشاف لأنه أمن على نفسه لكن النبي أخر الحج إلى العام العاشر فدل على أنه فرض على التراخي يعني لو بلغت الاستطاعة لا يجب عليك أن تحج على الفور حتى ولو عندك الاستطاعة عند الشافعية وإن كان عند الملكية هو فرض على الفور وتراخي النبي في الحج كان لعلة متعلقة لوجود أصنام فانتظر حتى فتح مكة وتكسير الأصنام فكانت أمور طارئة لعلة النبي تراخة فيه أما الأصل عند الملكية أن الحج للمستطيع على الفور فيأثم انت أخر وعند أبي حنيفة لا يوجد عنده قول منقول عن الإمام نفسه متعلق له على الفور أم على التراخي ولكن نقل عن الصاحبان محمد بن الحسن وأبي يوسف أن محمد بن الحسن قال كالشافعية هو على التراخي وأبي يوسف قال كالملكية هو على الفور الحج هو لغة القصد إذا كلمة الحج دي كلمة لغوية دي معنى لغوي غير المعنى الشرعي دي هو النسق فهو لغة القصد هل هو القصد مطلقا ولا هو قصد معظم الراجح في اللغة إنه هو القصد مطلق وإن كان بعض علماء اللغة قالوا لا يطلق الحج إلا على قصد معظم يعني ما فاش تقول حجكته إلى مطعم الفل والطعم ده مش معظم كل الناس بتروح تشتري فل والطعم أو حجكته مثلا إلى مدان العتب عشان انت إيه قصد تروح مدان العتب تقول حجكته لكن لما تبقى إيه يكون حجة معظمة كده ممكن تقول حجكته إلى قدس بيت المغت إنه حجة معظمة فده في اللغة يبقى اللغة الحج يطلق على القصد مطلقا أو على قصد معظم وشرعا قصد البيت الحرام للنسق يبقى ده الحج قصد البيت الحرام للنسق طبعا إن كان الحج يبقى للنسق في أشهر الحج وإن كان للعمرة يبقى في طول العين العمرة معناها الزيارة في لغة معناها الزيارة في لغة وشرائط وجوب الحج سبعة أشياء قد بالك إن الشرط خارج عن المهية الشرط خارج عن ما هي في العبادة يعني ليس جزءا من العبادة الركن هو اللي داخل في العبادة لكن الشرط ده شيء خارج عن المهية عن ما هي في العبادة نفسه وشرائط وجوب الحج سبعة أشياء وهي نفس شرائط وجوب العمرة يعني من يقولك إيه شرائط وجوب العمرة الشيخ ما قال هي تقول لها هي شرائط وجوب الحج نفسها يبقى شرائط وجوب الحج أي وكذلك شرائط وجوب العمرة سبعة أشياء هو في الحقيقة خمسة في الحقيقة خمسة ما هو الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاع خمسة لكن هو خلها سبعة لها عشان فك الاستطاعة فك الاستطاعة وجاب شروط الاستطاعة عباها ايه اركان عمالها شروط زي الزاد والراحلة وامن الطريق الحاجات دي كلها دي من شروط الاستطاعة وليست هي يعني شرطه الشرط فالشرط والاستطاعة وشرط الاستطاعة هي الزاد والراحلة وامن الطريق وامكان المسير يعني يكون عنده مهلمة زمنية يستطيع انه يصل قبل دخول يوم عرفه عشان يعد لكن هناك منه فك الاستطاع الى شروطها فعده اكتر ثلاث سبعة واضح يبقى وشرائط وجوب الحج سبعة اشياء وفي بعض النسخ سبع وخصال الاسلام الاسلام ده شرط وجوب وشرط صح لان ممكن يبقى مسلم مش واجب عليه الحج كالصبي يحج ويصح منه الحج لكن يكونو نافلة وليس واجبا ويبقى الاسلام ده شرط وجوب وشرط صح فلا يطلب من الكافر لا يطلب من الكافر طلب اداء وان كان يطلب منه طلب حساب في الاخرات واضح لكن احنا الكافر ما نقولوشو حج نقول له ايه دخل في الاسلام الاول لكن المرتد يطلب منه طلب اداء نقول له ارجع للاسلام وحج ده المرتد يبقى المرتد يطالب به ويطالب به على ان يعود للاسلام مرة مرة وعلشان كده المرتد لو بلغ الاستطاعة في حال اسلامه ثم ارتد ثم عاد للاسلام وفقد الاستطاعة يبقى وجب عليه تعلق بزمته الحج بقى متعلق بزمته فعليه بمجرد انه يستطيع مرأة اخرى حج واضح بخلاف الكافر الكافر لو كان بلغ الاستطاعة في وقت كفره ثم اسلم وفقد الاستطاعة بعد اسلامه لا يطلب به عشان كده المرتد لو لم يبلغ الاستطاعة بعد عودته للاسلام وكان مستطيعا قبل ردته ومات ولم يحج واجب الحج عنه من ناله واضح يبقى الاسلام والبلوغ البلوغ ده شرط للوجوب عشان يبقى حج الفريضة ولكن مش شرط ايه صحة لانه قد يصح من الصابي المميز وغير المميز غير المميز انك انت تشيله وانت بتعمل العبادة فقط تشيله وتعمل العبادة يعني هو مش عامل العبادة يقول طفل عاية في اللفة وتعمل وانت الاحرام عنه وتطوف وانت شيله ولما تيجي تصلي ركاتين الاحرام تحطه جنبك وتصلي الركاتين الاحرام ويتحسب له حج التطاوم لكن لو كان طفل مميز يمارس العبادة يطوف جنبك ويمسي ويسعى جنبك ويصلي جنبك ويلبس الاحرام جنبك يعني يباشر العبادة المميز يباشر العبادة بنفسه الصبي غير المميز تطوف به ولو ما كانش متوضد لانه هو أصلا غير مميز ويصح له ويشك كده كان الدكتور علي جمعة كان منه مبحث بيقول ان احكام الفقه تتوقف من اجل الطفولة يعني الطفل يخلي احكام الشريعة تتوقف من اجل الطفولة لانه ما ينفعش طوافل غير متوضد لا الصبي غير المميز صحي طوافه وهو لابس البامبرز وعمل فيه كمان ما ينفعش الطوف وانت مدي دهرك للمطاف وتمشي زي مرشدير كده ما ينفعش لا يا صحي الصبي بتبقى انت شيله ومدي دهره للمطاف وماشي بيه ويا صحي طوافل يبقى ان الاحكام الشريعة تتوقف مع الطفولة رحمة بالطفل ولكن اذا صح منه هذا فهي حجة نافلة بالنسبة له فاذا بلغ عليه حجة الاسلام واضح تعرف حد التمييز مش بالسنين حد التمييز انه يعرف انه يستنجي بنفسه ويعرف يمينه من شماله ويعرف الليل من النهار يعرف الحاجة اللي تضره تقول له حطي ايدك في النار يا ولد يقول لك لا تحرق يا باب هذا مميز واخد بالك فين ايدك اليمين يا ولد يقول لك اهد اما تيجي تأكل تقول ايه ولك اقول بسم الله اما تخلص تأكله والحمد لله يبدأ طفل مميز خلاص النهاردة ايه يقول لك النهاردة التلات صلينا ايه دلوقتي صلينا العيش يبدأ طفل مميز يبقى لها السنة يبقى الحد التمييز انه يعرف الحاجات يبقى الاسلام والبلوغ والعقل والعقل برضو شرط صحة وشرط وجوب فما ينفعش من المجنون يعني غير واجب على المجنون والحرية الحرية شرط للوقوع عن حجة الاسلام يعني العبد لو حجه صح حجه واضح لكن ما يقعش منه حجة الاسلام فصح منه الحجة ويأخذ سوابه وكل حاجة لكن لما يتحرر عليه حجة الاسلام والحرية لابد ان تكون خالصة يعني العبودية لو كان في اي شميمة عبودية ولو مبعض ولو مدبر ما تصحش عنه حجة الاسلام فلازم يبقى ايه حر حرية كاملة فلا يجب الحجة على المتصب بضد ذلك ضد الاسلام الكفر وضد البلوغ ايه ضد البلوغ الصغر الصغر السن الصبع يعني وضد العقل المغمى عليه والمجنون والحرية ضدها العبودية او الرقل فلا يجب الحجة على المتصب بضد ذلك بعد كده دخل على وجود الزاد والرحلة اللي هي بقى شروط لاستطاعة شرط الشرط جعله شرط كويس فقال ووجود الزاد واوعيته انحتاج اليها وقد لا يحتاج اليها كشخص قريب من مك يعني وجود الزاد اللي هو ايه الطعام اللي يكفيه في الطريق ليصل طب افرد هو معهوش معهو الزاد لكن معه مال وفي الطريق فيه نقط كافيتريات كده يقدر كل ما ينزل استراحيات خلاص يبقى تعلمها معه مال يبقى دايعه صبر زاد لكن لو ما كانش في الطريق زي زمان استراحات فيها اكل يبقى لابد ان يحمل زاده معه زاده دا يشمل الطعام ويشمل الشرط والزاد ده محتاج يشيله في اوعية يعني يشيله في كيس يشيله في شنطة يبقى لابد يمع معه الوعاء اللي هححط فيه الزاد يعني افرد معه الزاد لكن معهوش الوعاء اللي هححطه فيه يبقى لسه ما بلغش حد لاستطاع يبقى علشان كده يقولك ايه واوعيته إن احتاج إليها وقد لا يحتاج إليها كشخص قريب من مكة افرد واحد قريب من مكة يوصل مكة في خلال يوم واحد مش محتاج يعني اوعية ده هيحط السندوتشين في جيبه وخلاص مش محتاج اوعية ما يجرى شي حاجة مش محتاج الاوعية ويشترط أيضا وجود الماء في المواضع المعتاد حمل الماء منها بثمن المثل فلو حجة معولا على السؤال إنه يشحط يعني زي فيه ناس بيعملوا كده زمنا ده مصريين يروح في رمضان ويهرب من المسئولين ويقعد هناك ويجتري يشحط على الحرم لحد ما يجي الحج ويحج وتن نراجل كتير جدا بيعملوا كده أو ده مكروه حجه مكروه ويقع عن حج الإسلام ولكن مكروه السؤال واضح يبقى هذا الحج مكروه وقد يشتد إلى درجة أن يكون حرام حرمة شديدة ليه لأنه بيعرض نفسه لأنه يضرب ممكن يطبد عليه ممكن يهان ممكن يتدرب يعدل نفسه المهانة وإذا الإسلام ما يحبش أنك أنت تعمل عبادة تتهان من أجله أنت كده ليه بتكلف نفسك ما لا تطيق ربك ما كلفكش كده قالك لما تديه لك الحج باستطاعة فيها كرامة لك روح حج ما فيش استطاعة فيها كرامة لك وحاكين نفسك خليك أعد في بيتك وأنا لا أفرد عليك الحج لكن أحيانا الناس تتسرب بالعاطفة أكثر منها بالفقر فما ينفعش برضو مثلا أنه يعمل جماعية ويستدين عشان يروح يحج زي ما بيعمل بعض الناس ما ينفعش مش من الفقر طب لو عمل كده واقع عن حج الفريق لا نفرد واحد فقير عمل كده وراح حج يبقى حج الفريق واضح لكنه مش مطلوب كلف نفسه ما لم يكلفه الشر ويبقى مدينة أشك كده كان أهل اليمن زمان كانوا يروح يحجه ويمشوا مع القوافل ما يشيلوش الزاد معاه ويشحطوا من القوافل كانت مشهورة الحكاة دي من أهل اليمن بالزاد أيام بعثة الناس فنزلت الآية وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يعني تزودوا يا من تحجوا بسؤال الناس فإن خير الزاد التقوى أي ما يقيك سؤال الناس وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وإن كان لها معنى عام آخر لطيف يعني تزود أيضا في حياتك من الطاعة في مسيرة حياتك إلى الله فإن خير الزاد التقوى له معنى حلو لكن لما تخرجوا بر السياق دي معنى صحيح أيضا لكن لما تحطوا وسط السياق تجد أنه هو متعلق بأنك أنت تأخذ الزاد الذي يقيك سؤال الناس ووجود الرحلة كمان لازم كمان وجود الزاد ووجود الرحلة يعني وسيلة المواصلات كانت زمن وسلت المواصلات هي الرحلة وإيسان لي الجمل اللي بيركابه عشان يروب لازم وجود الرحلة التي تصلح له بشراء أو استئجار إحنا بقى ابنينة على التذكرة إيه وده الإيجار تبدأ تذكرة الطيارة يلت أجرب للطيارة عشان توسلك تدفع تذكرة الأوتوبيس يلت بالبرد تذكرة الباخيرة يلت بالبحر يلت يغبأ إيه وتشتري سيارة وكان زمن الناس تسافر تحج بك للبرد كده مثلا من 20 سنة من يطلع بالسيارتل ويخلص الإجراءات وروح يحجب عنده الراحلة خاصة به المهم يبقى عنده الراحلة المناسبة لي التي تصلح له بشراء أو استئجار هذا إذا كان الشخص بينه وبين مكة مرحلة فأكثر يعني بينه وبين مكة مسافة القصر طيب مسافة القصر حوالي 82-84 كيلو يعني لو بينه وبين مكة أقل من مسافة القصر ويقدر يمشيها وزرحته كويسة ومش محتاج رحلة يتمشى كل يوم شوية يومين يوصل يبقى هذا إذا كان الشخص بينه وبين مكة مرحلتا فأكثر سواء قدر على المشي أم لا فإن كان بينه وبين مكة دون مرحلتين وهو قوي على المشي لازم له الحج بلا رحلة يشترد بقى الزاد والرحلة والحاجات والنفقة دي كلها تبقى زايدة عنده يزيد عن نفقة ما يجب عليه أن ينفق عليه وقت صفر يبقى سايب الأولاده كمان ما ينفق عليه واخد بالك ويشترد كون ما ذكر فاضلا عن دينه ولو الدين مؤجل يعني لو ما دين دين مؤجل لازم كمان يبقى عنده يبقى نفقة الحاجة دي فاضلة عن دينه المؤجل ليش المعجل واضح وعن مؤنة من عليه مؤنته مدة ذهابه وإيابه وفاضلا أيضا عن مسكنه اللائق به يعني يكون كل الحاجات دي فاضلة عن مسكنه لكن لو عنده تجارة ممكن ياخد من تجارة ويروح يحج لكن ما يبيعش مسكنه عشان يحج واضح عنده عربية بيستعملها وعنده عربية تانية مشغلة هو عنده عربية كثيرة مشغلة ليه يبيع عربية من العربية المشغلة ويروح يحج لكن ملوش يبيع العربية اللي هو بيستعملها في نقل الخاص بتاعه سيمتني بقى ازاي يبقى وفاضلا أيضا عن مسكنه اللائق به وعن عبد يليق به يبقى وجود الزاد والرحلة الاثنين دولن عدهم واحد علشان يبقوا سبعة ما يبقوش تماني وتخلية الطريق المراد بتخلية الطريق انه يبقى ايه؟ امن الطريق يعني ما يبقاش في حرب ما فيش اعداء يقبلوك ما فيش وحوش ما فيش الغام تنفجر في الواحد ما يكونش تسفر بطريق البحر فقط ويبقى البحر يغلب فيه الهلاك ما فيش داع يبقى لازم يكون فيه امن في الطريق علشان نقول انك انت مستطيع الحج ظنا بحسب ما يليق بكل مكان يعني ظن امن الطريق فلو لم يأمن الشخص على نفسه او ماله او بضعه لم يجب عليه الحج وقول وامكان المسير ثابت في بعض النسخ المرد هذا الان كان ان يبقى من الزمان بعد وجود الزادي والرحيم ما يمكن فيه السير المعهود الى الحج يعني انا مكنتش مستطيع جيت ورست ولا كسبت مال قبل الحج بثلاثة ايام فبقيت مستطيع بقى عندي المال وانا مستطيع الوقت يبدي جثمانيا لكن انا الوقت علشان اروح اقطع تذكرة يقول لك ده كل الطيران افل وقبل عرفات بثلاثة ايام بيقفل الطيران تقفل المواصلة مفيش حد خلاص يخش يبقى ده لا يمكن المسير لازم يكون وصلت الاستطاعة مع امكان المسير يبقى عندي وقت كافي ان انا اقطع التذكرة وانضم الفوج من الافواج واسافر مع الناس كان زمان مثلا ايام ايام كانت قوافل الحج بيحجوا بالجمال كانوا يطلعوا من مصر يوم 27 شوال كل قوافل الحج اللي طلع من مصر كلها تجتمع ويطلعوا 27 شوال فانا بقيت مستطيع الزمن ده مثلا في 15 زلقاعدة طيب انا حسافر لوحدي والطريق موحش يبقى فيش انكان نسي واضح كانوا يطلعوا 27 شوال يوصلوا في 40 يوم ويبتلوا بالمدينة لانه جايين يعدوا على المدينة الاول ويزوروا النبي ويوعدوا في المدينة شوية في 40 يوم وهي يطلعوا على مكة في اسبوع من المدينة لمكة اسبوع يحجوا ويرجعوا تاني على المدينة عشان نفس الطريق المسار يمروا على المدينة كمان يرجعوا مصر هنا اخر سفر فكان الحجاج الزمان ايام اجدادنا كانوا يطلعوا 27 شوال يرجعوا اخر سفر مع اول ربيع كده ايه ده المشوار بتاع الحد يبقى ده المسير المعتد في زمنهم احنا المسير المعتد بتاعنا انك انت حسب اطعي تذكر الطيران وفتح المعاجر والحاجات دي كلها اغلقوا المطار واغلقوا المعاجر وما فيش خلاص طيران وبكرة يوم التروية وبعده عرافات وانا بلغت الاستطاع يبقى لا يمكن المسير يبقى مش واجب عليها السنة واضح ولو كنت من اهل الخطوة انا والي بقى بخرج من بيتي من مؤطم خطوة بس تبقى في الكعب بيقولك لا يجب عليه ولو كان من اهل الخطوة لان احنا عايزين المسير المعتد مش الكرامة فالكرامة لا ينبني عليها تكاليف ايه مع انه لو عمل كده حيصح منه الحج لكن ما اقولهش واجب عليك واضح وانشان كده قال كلمة المعهود ما يمكن فيه السير المعهود ليخرج الولي اللي هو ابتوع اهل الكرام فان امكن الا ان يحتاج لقطع مرحلتين في بعض الايام لما يلزموا الحج للدر اه اقول بقى انه امكن ان انا ممكن اسافر صحيح بس تقالولي خط طيارة للرياض وتركب من الرياض اوتوبيس تفضل تقطع بمسافة المسافة من الرياض لحد مكة اطول من المسافة من مصر لحد المكة بس هو حيجيبها بالبر بقى بس انت حتوصل بالطيارة تنزل تاخد الاوتوبيس تركب في الاوتوبيس بحيث ما تنامشي يومين عشان تلحى توصل على العرب هذا ارهاق زائد يبقى مش واجب كده هتتطر يتقطع بقى المرحلتين يبدأ ارهاق زائد مش واجب عليك قل له على السنة دي وروح السنة الجاية كده حج مستريح بدل ما تتعطل ولا حاجة في الطريق والاوتوبيس يتعطل يصلحوه تلاقي يوم عرفات فات منك ما تبقاش على اخر اللح لان في ناس كتير لعلمك بتغلط وبتعمل حاجات زي ايدي بسبب غلبة العاطفة يبقى احنا كده تقريبا خلصنا موضوع شروط الحج ناخد اركان الحج قبل ما كنا نتكلم في المقدمة كنا نقول مثلا ان الكعبة البيت الحرام اول من بناه الملائك قبل خلق ادم قيل بالاف سنين كان موجودا في الارض وكانت تحبه الملائك ثم حجه سيدنا ادم لما خلقه الله واسكنه الارض حوالي اربعين مرة حج اربعين مرة جاء ماشيا من الهند ويس حجه اربعين مرة ماشيا من الهند ده سيدنا ادم ابونا كان ضخم كده حاجة كده زي الديناصورات كان يستون زراعا في السماء وعرضه سبعة ازرع يعني كأن عماره ماشي علشان يعرف يواجه الوحوش يبقى ديناصور جنبه كأنه مثلا ايه قطة يعني يقوله هش كده يجري علشان يعرف يعيش في وسط الغابات دي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وجميع الانبية حجه جميع الانبية حجه الراجح حتى سيدنا عيسى ابن مريم في اخر الزمن لما ينزل حيشج برك وحيروح يسلم على النبي والنبي يرد عليه السلام بصوت يسمعه الناس يعني مش حيحدش حيسمع اجابة النبي بالسلام كده واشنى في عالم الدنيا والنبي في عالم البرزخ إلا لما يرد على سيدنا عيسى يرد عليه رده وواضح يسمعه كل اللي موجودين في المسجر فإيبقى جميع الانبية حجه أركان الحج الأركان زي ما قلنا غير الشروط الشروط خرجة وإن كانت ضرورية والأركان داخلة في المهية جزء النشي أركان الحج وهي لا دخلة للجبر بالدم في الأركان يعني إيه يعني لو فسد ركب فسد الحج كله ما يجبرش بالدم بخلاف الواجبات هنيجي ناخد واجبات الحج لو فاتك واجب من واجبات الحج حجك صحيح بس تتبع دم يسموه دم جبران واضح يبقى الأركان لا تجبره بدم إنما الواجبات تجبروا بالدم أركان الحج أربعة بناء على إن هو عدوهم أربعة هنا إيه بناء على إن الحلق والتقصير جعله واجبا على غير المعتمد في المذب المعتمد في المذب إن الحلق والتقصير الحلق أو التقصير واجب إن أعتمد على إن الحلق والتقصير واجب ليس ركناً وهذا مربوح الراجح إن الحلق أو التقصير من ضمن أركان الحج يبقى كده لما نحط أركان الحج ونحط مهم الحلق والتقصير يبقى خمسة وهيسمع الأربعة اللي قيلها ونحط كمان الترتيب تبقى ست الترتيب في المعظم لأن في المجموع خلت ترتيب شرط في المجموع الإمام النوي خلت ترتيب شرط من شروط الحج ولم يجعله ركناً والمعتمد جعله ركناً كما في الروضة وزيادات الروضة بعد كده جاء في الروضة روضة الطالبين الإمام النوي جعل الترتيب في المعظم ركن كمان يبقى عندي وليه نقول الترتيب في المعظم لأن في حاجات مش مهمة فيها الترتيب وفي حاجات مهمة فيها الترتيب طواف الإفادة لابد يبقى يسبقه وقب عرفة فلو طاف قبل العرفة ده اسمه طواف قدوم فلازم يبقى فيه ترتيب ولابد نستعي يسبقه طواف فمن فعل شيء يسعى من غير طواف قبله يبقى فيه نوع من الترتيب بس في المعظم دليل ان في غير المعظم في أحوال تانية يقول الرسول صلى الله عليه وسلم رميت قبل أن أحلك زبحت قبل أن أرمي يقول له فعل ولا حرج ويفعل ولا حرج يبقى ايه يعني فيه حتة الترتيب فيها مش مهم وفي حاجات معينة الترتيب فيها مهم ونعنى على أن أيضا الترتيب ركن في الصلاة فخلوا الترتيب ركن في الحج قياسا على الصلاة واضح يبقى احنا عندنا الحج أركانه ستة في مذهب الشفعية على المعتمد وعلى غير المعتمد أربعة زي هنا أركانه الحج أربعة أحدها الإحرام مع النية هو طبعا في قلبه النية مع الإحرام النية مع الإحرام يبقى فيه قلب أو كأنه بيقول إيه الإحرام مع النية يعني والنية وكأنه إيه الواو دي واو تفسيرية دي يبقى لأنه ممكن الإنسان يحج وينوي ويلبي بهدومه ويصح حجه ويبقى متلبس بمحظور من محظورات الإحرام ويبقى عليه بقى يتبع دمه ليس كده برضو أنا مشترطي بقى لابة نفسه بالإحرام لكن مهم النية واضح وعشان كده النية هي الركن تكون مصحوبة بالإحرام يبقى الإحرام مع النية والوقوف بعرفة تاني حاجة والتواف لأتواف الإفادة والسعي يدي الأربعة ونحط معهم الخمسة الحلقة أو التفسير ونحط الترتيب في المعظم أدي الست يبقى ليه الستة أركان واضح أحدها الإحرام مع النية أي نية الدخول في الحج طبعا يسن في نية الحج أن تكون بالتلفز جاهرا يقول نويته الإحرام للحج للجاهرا كده بالتلفز وأن يلبي بعدها ويسن قبل الإحرام أنه يغتسل للإحرام وأنه يتطير وأنه يقص شعره ويقص أصفاره كل ده قبل الإحرام استعدادا للإحرام وأنه يصلي ركعتين سنة إحرام وأنه يأخلع كل المخيط والمحيط ويلبس السياب غير المخيطة وغير المحيطة هذا للرجل أما المرأة فإحرمها في وجهة وكفين وبعدين ينوي من الميقات الميقات الزماني والميقات المكاني الزماني بالنسبة للحج يبقى في أشهر الحج اللي هو شوال وزو القعدة وإيه وزو الحج أوائل زو الحج الحدي يوم 13 أو العشر اللي أول من زو الحج على خلافه وأنه يكسر من التلبية وأنه يرفع صوته بالتلبية دون أن يؤذي غيره والمرأة تكسر من التلبية دون رفع الصوت ويستمر في التلبية من أول ما يحرم لغاية ما يرمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر صباحا فيحل محل التربية تكديرات العيد ثاني حاجة بعد الإحرام مع النية وحنخش بعد كده نجيب الإحرام بقى ونتكلم على محذورات الإحرام بالتفصيل بعدين لكن إحنا بس الوقتي بنمر بسرعة كده الثاني الوقوف بعرفة المراد حضور المحرم بالحج لحظة بعد الزوال الشمسي يوم عرفة الوقوف بعرفة يتحقق بإيه إنك إبتها تبقى ناوي الحج ناوي الحج وكنت في عرفة بعد الزوال زوال الشمسي يعني عنده وقت الظهر ولو لحظة ويهفت كده وتنك راجع بقيت حجية لا يشترك اجتماع الليل والنهار واضح لا يشترك لكن يستحب بل أوجبه بعض المذاهب وهو وجه عندنا فإن فاتك الجمع بين الليل والنهار يستحب جبر ذلك بدم ولكن الحج صحيح والوقوف صحيح يبقى الوقوف بعرفة المراد حضور المحرم بالحج لحظة بعد زوال الشمس يوم عرفة ويستمر وقت الوقوف من الزوال لفجر يوم النهار يبقى لو جاب الليل قبل الفجر من نص ساعة بربع ساعة عرفات وهو محرمه ونوي الحج انعقد وقوفه وصح حج ويبقى يستحب انه يتبح دمه عشان ما جاش من النهار واضح واضح يشترط انه يبقى في فرار عرفة ويبقى واقف على عرفة يعني اما واقف على شيء متصل بعرفة يعني واقف على شجرة وصنها في عرفة يعني اصلها في عرفة ويكون الغصن بتاعها في هواء عرفة ما يكونش الغصن بتاعها خارج عرفة تهمت وبالتالي لو كان ركب طيارة وعد على هواء عرفة ده يصح وقوفه يبقى هواء عرفة ليس موقف لكن امتى يبقى موقفه لو نزل من الطيارة ساري راجع بالارض يبقى ساعتها يصح وقوفه ده زي السور واضح او نطب البراشد ورح نازل على عرفة يبقى يولمس ارض عرفة لكن هواء عرفة ليس موقفه ده نقطة مهمة بخلاف بقى لما نجي نتكلم في التواف ان الهواء حول البيت لو طاب فيه يصح تواف يبقى في التواف حولين الكعبة الهواء لهو حكم المطاف اه لو طيارة وتفضي حواليه كده او يعملوا مثلا تليفريك واخد بالك وسلك ويجري دائري كده وتركب وتقطع تذكرة وتقطع وانت محرم والطوف عشان تبعي لعن الزحمة تحت يصح منك يمكن يعملوها فيهم الأين يصح انت بعد تبقى التذكرة عالية عشان يجبوا تمن التليفريك عرفة يوم التاسع من ذي الحجة يوم عرفة يوم التاسع من ذي الحجة افرد حصل غيم في آخر ذو القاعدة ومشوفناش هلال ذو الحجة فطلع عرفة يوم عشر عشان احنا ايه غم علينا صحة عن الناس الحجة واضح ومتى لا يصح لو كان بحساب لا بغيم فاخطأ في الحساب فطلع عرفة تسعة هي تلعة عشر واضح يبقى لو كان بسبب غيم واخطأوا في الرؤية بسبب الغيم ووقفوا كان في الواقع ده يوم عشرة لكن عشان الغيم بقى يوم تسعة صح الحج لكن لو حسبوها بالفلك واتضح ان الحساب خطأ ووقفوا يوم عرفة وطلع عرفة يوم عشرة بطل الحج بقى يوم تبقى المسألة يبقى الوقوف بعرفة اللي هو اليوم التاسع من دي الحجة وهو يوم عرفة الوحيد اللي ليله لا يأخذ حكم يومه بل ليلة اللي بعدها تأخذ حكم عرفة يعني ليلة النه من عرفة لكن ليلة التروية الليلة عرفة نفسها اللي هي بتيجي بعد يوم التروية مش من عرفة لان لسه ما جاش الزوال تقيمت بقى وعلشان كده عرفة تلاقي يومه يسبق ايه ليله اليوم الوحيد اللي في السنة اللي يومه نهاره يسبق ليله هو عرفة ودينفع فزورة يبقى حلو من حيث الحكم لا من حيث الزمن من حيث الحكم فينسحب ليل يوم النح الى حكم يوم عرفة بل ييجي في ليلة النح قبل الفج كأنه وقف يوم عرفة واضح؟ دي خصوصية يعني لهذا اليوم وهو اليوم التاسع من الحجة بشرط كون الوقف اهلا للعبادة لازم يكون الوقف كمان اهلا للعبادة ما يبقاش مغموا عليه يعني جابوه في الاوتوبيس مغموا عليه دخل في غيبوبة سكر ودخلوه على عرفة في الخيمة قاعدين يفوقوا فيه لحد ما طلع الفجر تاني يوم ولسه بغيبوبة يبقى بطل حد فات الوقوف لكن فاء لحظة صح حد واخد بالك لكن لو نائم يصح لان النائم غير المغمى النائم اذا نبها ينتبه واضح؟ والعقل شرطه علشان يصح منه حجة الاسلام لكن لو مجنون بقت له نافلة في الصبي غير المميز اه زوال العقل بشرط كون الوقف اهلا للعبادة لا مغمى عليه ويستمر وقت الوقوف الى فجر ايه؟ يوم النح خد بالك من حتة دي وهو العاشر منذ الحج الثالث التوافل البيت يسموه توافل افاضة او توافل ركب يسمو ايه؟ توافل افاضة او توافل ركب اللي هو ايه؟ اللي هو التواف بالكعبة لازم يبقى سبع طوفات لازم التواف شروط بقى صحة التواف كتيرة منها انه يبقى سبع مرات تبدأ من الحجر من ركن الحجر الاسود وبعدين تجعل البيت على يسارك وتمشي لحد ما توصل لركن الحجر دي نمر واحد وتبدأ تاني تيوصل لركن الحجر نمر اتنين اكذا سبع مرات يبقى دي وتكون حول البيت لا بداخل البيت فلا يجوز انه هو يمر في حجر اسماعيل ويلاقيها فاضي ولا فرصة انت دي فاضي ما ينفع اليوم كده طافة داخل البيت لازم خارج البيت ولازم يراعي كمان ان فيه الشزروان اللي هو القعدة الرخام بتاع البيت لقى برزة كده ونزلة على الارض والكعبة مبنية في داخلها برزة كده حوالي 30 سنتي برا الى 45 سنتي فلو حط يده على الكعبة الجدار ومشي يبقى جزء من جسمه داخل البيت فبطلت هذه الخطوات فعلنه يضم يده ويرجع يمشي تاني الخطوات دي عشان يبقى بيتوف حول الكعبة لداخل الكعبة ودي اخطاء لازم الواحد ياخد باله منها وبالتالي عند لحظة استلامك للحجر او للركن اليماني يجب ان تستلمه من سكون حتى لا تتحرق خطوة وجزء من جسمك داخل الكعبة واضح فدي نقطة مهمة ناخد بالها منه من سكون يعني يبقى واقف يستلم وواقف ويدم ايده بقى لين يكمل الماشي انما يستلم وماشي يبقى حرصة الخطوة وجزء من جسمه داخل الكعبة سيمت كذلك لما يجي يستلم الحجر ما يستلموش كده هو ماشي بل ايه يستلمو هو ساكن وبعدين ما رجال يضم جسمه ويبقى لين يتحرك كل دي نقطة مهمة ناخد بالها يبقى لازم يكون الطواف حول الكعبة لداخل الكعبة وان يكون سبع مرات وان يبدأ بالحجر وانه يبقى متوضق وضوء للصلاة ساتر لعورته مهم حكاية ساتر لعورة دي علشان ناس اللي بلبسه البشاكير ما يبقاش نازل تحت السرة ذات الناس اللي ينكرش نفس اللي بلبسه البشاكير وقع منه وجايله كده ايه تحت ايه نفسه ويته ويجي شبر من سوريته من تحت سوريته باين كده غلط لازم بتده يطمئنننننننه نفسه كويس وكان جزء من عورته صح حجه على بعض المزائب مع الإثم على بعض المزائب لكن على مذب الشفائية كده يبطل منه التواف بعد الوقوف بعرفة أي تواف يعمله بعد الوقوف بعرفة يصح أن يكون التواف الفوضى والسنة أن يكون صبيحة يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة الكفر واضح؟ يصح لكن المخالف للسنة إلا أن يكون من أهل الأعضار أن يجي في الحتة دي بعدين يبقى التواف البيت سبع طوفات جاعلا في توافي البيت عن يساري مبتدئا بالحجر الأسود محاذيا له في مروره بجميع بدني فلو بدأ بغير الحجر لم يحسب له ويصح ولو في هوائه أو على سطح البيت ولو كان مرتفعا على مستوى الكعبة يصح يطوا يصح يطوا فيها الموالاة وأنه لا يتكلم في غير ذكر وإن كان يجوز له التكلم في كلام العادي في أثناء التواف ومن ضمن شروط صح التواف قال لا يصرفه لغيره يعني إيه؟ يعني وأنت بتطوف ما يطوفش منك حد فتبقى وأنت بتطوف على الفوج بتاعك وإنت عادي بتطوف وماشي لا أنتوا تتفقوا مع بعض ونبدأ التواف لو تهنى يا جماعة من بعد كل واحد يكمل وبعد ما نخلص نجتمع عند زمزل نجتمع عند الصدق ليه؟ علشان لما يحصل إن حد تاه ما تقعدش تدور عليه وتشغل نفسك استمر التوافك عادي وإنت عارف إنه محيستنوك وابه وقعت منه محفظته يقول لك بالمرة معنا بطوفة دور عن محفظته ويبقى صرفها ولغيره فيشترك لأنها عبادة لازم لا يصرفها لغيره دي كلها حاجات مهمة لأنها بتحصل مع الناس وقال لا يزحم الناس جمان ما يتزحمش مع الناس ولا يأذي الناس والنساء بالذات بتقع في هذه الأزمة يخشوا يبقى يطوفوا حوالين الكعبة قرب الكعبة فيزحموا الناس ويزحموا الناس على الحجر فحرام للرجل وأشد حرمة للمرأة المزحمة على الحجر يكفي استلام الحجر بالإشارة عند الحجر الأسود يسن ثلاث حجات إنك أنت تستلم بيدك وتقبله بشفتك وتسجد عليه بجبهتك يبقى ثلاث حجات تسن متعلقة بالحجر للأسود وإذا قبلته بشفتك تقبله بصوت غير مسموع واخد بالك ده لكن على ألا تؤذي غيرك لو حفي إذاء يبقى يكفي الإشارة وتقبل ما أشرت إليه ولو بسواك ولو بيصبع ولو حتى بيستدح بتاعتك ولو بالألم بتاعك أي حاجة وتبقى بيدك اليوم الإشارة دوسان إنك أنت أول ما تشوف الكعبة إنك أنت تدعو دعوة تكون مستجابة الإنسان إذا رأى الكعبة له دعوة مستجابة فعليك حدد دعوة جامعة شاملة حلوة يقولها أول ما تقاعمه على الكعبة ومعروف إن معظم الحجاج واخدين هذه الدعوة من النبي أول ما تقاعمه على الكعبة يقول إن شاء الله هم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابةً وبرة وزد من شرفه ممن حجاه واعتمره تشريفاً وتعظيماً وتكريماً وما فيش بقى ومهابة وبر المهابة دي للبيت والتعظيم للإنسان وده يدلك على إيه؟ إن أي إنسان زار الكعبة ولو مرة في عمره حيصيب أذية دعوة من كل حد ليوم القيامة وهو في قبره فده نعمة كبيرة إنك تزور حتى ولو مرة حتدخل إنت في دعوة كل حج يأتي من جميع في حي العالم طول عمر الزمان لحد ما تقوم القيامة تدخل إنت في هذه الدعوة ويستحسن طبعاً الإنسان يكسر من الدعاء لأن الدعاء مستجاب وأنه يستلم الركن اليماني فقط ولا يقبله ولا يسجد عليه يستلم باليد اليمنى بخلاف ركن الحجر وأنه لا يستلم الركن الغعقي ولا الركن الشامي لكن يمر بس ويدعم ده الطواف بالبيت والرابع استعي بين الصفة والمروة سبع مرات لو انتقد وضوءه أثناء الطواف عليه أنه يقطع طوافه ويروح يتوضى ويرجع ولو تأخر قليلاً لا يضر وإن كان الاستئناف أحسن لو تأخر ذاك كثيراً يعني راح يتوضى ورجع لانا السجعان راح يأكل وبعد شوية لما رح الفندو أطمئن على الشيء البتاعتي طول أول لو رجع له أن يبني على ما فات له ولكن الأفضل أن يستأنق طالما طال الفصل واضح؟ فالأحسن إن الإنسان لو انتقد وضوء يروح يتوضى ويرجع له ما يشغلش إلى حد ما يكمل ويبتدي من حيث انتقد وضوءه يعني انتقد وضوءك في الحتة الفلانية تبقى أنت حافزها وتبقى أنت تعد منها زي ما كنت انت بدأت بالسعي لا يشترط الوضوء ولا حتى التهارة من الحدث الأكبر يعني المرأة لو طافت بالبيت ثم سعت وفي أثناء سعيها حاضط تكمل السعي لكن لو هي حائد ما تنفعش الطوف واضح؟ لأن السعي لا يشترط ولا يشترط فيه حتى ستر العورة يعني لو انكشفت عورته عورته هو بيسعى طب سعيه صحيح بس مكروه كشف العورة لكنه يعني سعيه صحيح بخلاف الطواف لأن الطواف كثلات والرابع السعي بين الصفة والمروة ولابد من السعي أن يسبقه طواف ما ينفعش تروح تسعى من غير طواف واضح؟ يعني أي سعي لابد أن يسبقه طواف افرد أن أنا علي سعي الحج نسيته حجيت ومنا سعيته فجيت رح تسألت الشيخ قال لي لا عليك سعي الحج روح يسعى لازم أطوف الأول علشان إيه يصح السعي ما ينفعش أروح على المروع على الصفة واضح؟ يبقى طوف الأول ليسح السعي ليبقى من شروط صحة السعي أن يسبقه طواف واضح؟ يبقى سعيته التواف ده التواف تقوى لأجل أن يصح السعي مقدمة للسعي في السعي بين الصفة والمروة طبعاً إحنا في التواف ليه في ركاكين صنة إحرام من صنة التواف يصليهم عند الكعبة عندما قام سيدنا إبراهيم أو عند المطار أو في أي مكان في البيت الحرام يعني وإن نسيهم لا يسقطوا ولو تذكرهم في مصري يصليهم في مصري صنة التواف جاءوا ما صلىهم وفيه يصليهم في أي حت لا يسقطوا بالتقادل ويصليهم ويتطوع ممكن لو يصليهم لأنهم متطوع السعي بين الصفة والمروة شرطه أن يبدأ في أول مرة بالصفة ويختم بالمروة إذ الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل أن نبدأ بما بدأ به الله إن الصفة والمروة تمشعر الله ربنا بدأ بالصفة فبدأ بالصفة الصفة من جبل اسمه قبيس جبل قبيس قيل قبيس لأن سيدنا أدم اقتبس منه سخرة فأخرج منها نارا اقتبس منها نارا فسمي القبيس قيل هذا الله أعلم صحة هذه الأسانيد الله أعلم دي قصص حكاوي منقولة كده زي الأساطير قد تكون صحة قد تكون خطأ الله أعلم يبدأ بالصفة يبقى نمرة واحد الصفة يروح المروة يبدأ من المروة نمرة اثنين يعني يبدأ من الصفة نمرة ثلاثة وبعدين يبدأ من المروة نمرة اربعة يبدأ من الصفة نمرة خمسة من المروة نمرة ستة ومن الصفة نمرة سبعة يبقى الصفة كلها فردي والمروة كلها زوجي يبقى الصفة فيها واحد وثلاثة وخمسة وسبعة دي الصفة أربعة فرديات والمروة ثلاثة زوجي صفة 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 لكن هذا الرأي طبعا مهجور وقال به الظاهرية ولكن هذا مهجور يبدأ أنه يروح ويجي يبقى نمرة يعني كده سيتوف رجله ستستلح ان شاء الله ويتعب وتبقى أزمة كبيرة ما أجلنا رجله أرماد أنا جزء خلف الله يرحمه وعمل كده كان زابط في الجيش رحيم الله وراح حج برضه وعنده سكر وعمل كده عمل ساعة أربعتاشر رايح جاي مرة رايح محرفش مين غيلت وقال له كده رجع بقى رجله وأرماد كده وبشغلانة فقلت له كنت أخدني معاك وأنا كنت على حسابك حتى الصرف على رجله لما جاء أكثر من لو كان خدني معاك الأسهل هو فعله النبي فيه يسرى المسافة حوالي كده من السفر المروه يعني حوالي 750 تقريباً 800 متر أه حوالي 800 متر خلينا 800 متر حلوة يعني تبقى تدربها كده في سبعة تطلع حوالي خمسة كيلو خمسة كيلو ونص وتحط عليهم الطواف كمان سبعة أشواط يعني تطلع العمرة معناها بتاع سبعة كيلو رياضة أيضا رياضة حلوة أيضا قوة برضا يعني عشان تروح تعمل عمرة معناها هتمشي سبعة كيلو إن شاء الله يا جوز التواف راكباً عشان كده بتشوف ناس شايلينهم ده اسمه راكب أو على كرسي بعجل أو محمول أي حاجة كل ده جائز يعني واحد يشيل حد كل ده جائز والنبي طاف راكباً في حجة الوداع يبقى السعي يبدأ بالصفة ينتهي بالمروة والصفة بالقصري طرف جبل أبي قبيس والمروة بفتح الميم علم على الموضع المعروف بمكة ينتهي عند المروة سعي واضح؟ وبقي من أركان الحياة طبعاً معلوم إنه هو حياة ضبع يسن للطباع لما يبقى محرم يعني يكشف الكتف اليمين أثناء الطواف كله ويغطي كتفه لتنين وقت الصلوات وإنه هو يرمل في الثلاث ايه؟ طوفات الأولى والرمل دي سنة رجالي سنة رجالي ما يخشش فيها الستات وكذلك الهرولة بين الميلين الأخضرين في باطن المسعة ده خاص بالرجال أيضاً يبقى سعيه كله متطبع وطوافه كله متطبع واضح؟ إلا لو كان بيسعى سعي الحج بعد طواف الإفادة حيكون حلق وحيكون دبح ولبس هدومه يبقى مفيش الطباع بقى حتى كده ممكن تسعى في الحج لو خليت السعي بتاعك بعد طواف الإفادة وأخرته عن طواف القدوم يعني أنت ممكن تقدم سعي الحج بعد طواف القدوم في الأول خالص لو أنت كنت قارناً أو كنت مفرداً واضح؟ بتوصل مكة تروح طايف طواف القدوم ولك أن تقدم سعي الحج بعدها فسعيتها أنت هتسعى السعي له وأنت لسه بمجرس الإحرام يبقى تطابع وكذا سعي العمرة بتسعى وإنت محرم يبقى تطابعك وبقي من أركان الحج الحلقة أو التقصير إن جعلنا كل منهما نسكاً وهو المشهور وجعل الحلقة والتقصير ركن يجعل ثواب الحج أعلى من جعله واجد لأن الركن ثوابه أعلى من واجد فأنت لما تحج على مذب الشفعية ثوابك على من لو خجيت على مذب غير الشفعية ليه بقى؟ لأن أنت عندك الركن من ضمن الأركان الحلقة والتقصير فهتاخد ثواب الركن ثواب الركن ده سبعين ضع ثواب الواجد والواجب سبعين ضع ثواب السنة واضح؟ فأنت إيه حج على مذب الشفعية تأخد ثواب أعلى وبخي من أركان الحج الحلقة والتقصير إن جعلنا كل منهم نسكن وهو المشهور المعتمد يعني فإن قلنا إن كل منهم استباحة محذور فليس من الأركان ويجب تقديم الإحرام على كل الأركان السابقة أركان العمرة هنقولها لأنها مش محتاجها شرح لأن العمرة سهلة هي نفس أركان الحج حتشل منها الوقوف بعرفة وحتشل منها الترتيب في الموافق هتبه هي الإنية مع الإحرام والتواف والساعي والحلقة والتقصير بس أدي أركان العمرة وأركان العمرة ثلاثة كما في بعض النسخ على اعتبار أنه برضو ماشي على الإن الحلقة والتقصير واجب وليس ركنا لكن الراجح نور ركنا وفي بعدها أربعة أشياء الإحرام والطواف والسعي والحلقة أو التقصير في أحد القولين وهو الراجح كما سبق قريباً وإلا فلا يكون من أركان العمرة ونقف عند واجبات الحج إن شاء الله يوم السلثاء القادم وبعده أجازة ثلاثين عندنا عمرة هنسافر ثلاثة القادم هنبقى موجودين فيه بعدين أجازة ثلاثين آخر ثلاثة في يناير وأول ثلاثة في فبراير هنأخذهم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد والله لأن نستغفرك ونتوب إليه ثلاثة في فبراير ثلاثة في فبراير تطوف تسعى تكمل سعية حتى تكمل سعية هذا ليس حرم المدينة لكن ستكمل سعية للضرورة للضرورة ولا تمكت تسعى وتروع عليك والله تعالى أعلى وأعلى ترجمة نانسي قنقر